اشتركوا في القناة حوالي 4000 متر مربع وذلك في أول أيام معرض البحرين الدولي للطيران 2018 ويهدف المشروع إلى إعادة الوضوح إلى المبنى القديم الذي تم بنائه في القرن الماضي عندما تم الاعتراف به كمطار رئيسي لمملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي كما يهدف أيضا إلى تحويل المبنى إلى منشأة فخمة مخصصة لكبار الشخصيات ورجال الأعمال وقال وزير المواصلات والاتصالات بأن مبنى شؤون الطيران المدني الحالي يمثل شاهدا على حقبة زمنية مهمة في تاريخ صناعة الطيران في البحرين عندما تم الاعتراف به دوليا كأول مطار لمملكة البحرين أعلن عبد الحكيم القوحي نائب رئيس الخدمات الصناعية بشركة أرامكو السعودية عن توقيع الشركة لاتفاقية شراء 26 طائرة هليكوبتر بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار أمريكي وذلك على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي الخامس للطيران وعرب القوحي عن سعادته بمشاركة شركة أرامكو في المعرض لأول مرة وما قدمته مملكة البحرين من تسهيلات واسعة في إنجاح المشاركة لافتا إلى أن المعرض يشمل كافة شؤون الطيران والخدمات المعاونة من صيانة وقطع غيار ومؤسسات تدريبية متخصصة والخدمات المدنية والعسكرية وقال نائب رئيس الخدمات الصناعية بأرامكو السعودية إن أرامكو قامت بتوقيع اتفاقية مع شركتي إيرباس وليوناردو للاستحواد على 26 طائرة هليكوبتر بحوالي 500 مليون دولار بالإضافة إلى 200 مليون دولار خاصة بالصيانة بما يعادل 2.6 مليار ريال والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع برصة البحرين حيث تراجع مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات هذا اليوم بنسبة 0.43% مقفلا عند مستوى 1310 نقاط وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون ومئة واثنين وأربعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 289 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 44 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة من نسبته 68.54% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وبالنسبة إلى أغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7659 نقطة بانخفاض نسبته 1.17% من مئة بالمئة وكانت الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5021 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.1% وكانت الرابح الأكبر بالنسبة لهذا الأسبوع وبالنسبة لسوق البي المالي فقد أغلق عند 2776 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.38% سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة العربية السعودية نموا بنسبة 5.8% في جميع الأنشطة الصناعية خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بما كان عليه في الربع المماثل من عام 2017 ووصل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة وفقا للتقرير الربعي الصادر عن هيئة الأحصاء إلى 137.87 نقطة أساس بنهاية الربع الثاني لعام 2018 مقارنة ب130.26 نقطة في الربع المقابل من العام الماضي ووفقا للتقرير سجل الإنتاج في نشاط التعدين واستقلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.95% وبلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.4% مقابل انحفاض الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 0.3% قالت وزيرة الطاقة والموارد المعدنية الأردنية هالة زواتي إن الأردن يأمل في أن يغطي ثلثة طلبه من الغاز الطبيعي من مصر وبدأ الأردن استيراد الغاز الطبيعي من مصر قبل شهرين لكن زيادة الواردات زيادة كبيرة ستتوقف على مدخط أنابيب بين الأردن والعراق لم يبدأ تشييده بعد وقدرت الوزيرة طلب الأردن على الغاز في 2019 بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا وتابعت أن الأردن بدأ تلقي الغاز الطبيعي من مصر في سبتمبر على أساس تجريبي عبر خط الأنابيب لكنهم يأملون في بداية 2019 في زيادة هذه الكميات النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الاقتصاد الصيني يظهر تباطؤا في نمو مبيعات التجزئة واستقرار في معدل البطالة حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال وأضرابات واسعة حسب ما يرى خبراء إيرانيون ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي توقع خبراء الصندوق أن التضخم في إيران سيتجاوز 30% بسبب العقوبات الأمريكية وتعليقا على تقرير صندوق النقد الدولي قال الخبير الاقتصادي جمشيد أسديد إن انخفاض النمو هو حالة غير صحية في الاقتصاد بما في ذلك أن يكون سالبا وهي الحالة التي تنراها في إيران وأشار إليها تقرير النقد الدولي واعتبر أسدي تقرير صندوق النقد الدولي مقلقا للغاية حيث يشير التقرير إلى انخفاض حاد في النمو في العام المقبل أكثر مما هو عليه الآن ارتفع اليورو والجنيه الاسترليني بعدما اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على نص مبدئي بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد في مسعى لتجنب حدوث انفصال فوضوي يؤثر سلبا على اقتصاد المنطقة ودفع صعود اليورو والاسترليني إلى موجة جني للأرباح في الدولار الذي بلغ أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل سلة عملات وبلغ الاسترليني أعلى مستوى في 6 أشهر ونصف الشهر مقابل اليورو بفعل التقدم نحو اتفاق للانفصال البريطاني كما عوض الاسترليني الكثير من خسائره مقابل الدولار أعلنت الحكومة الشعبوية في إيطاليا تمسكها بخطة موازنتها ذات الانفاق المرتفع في خطوة تعني رفض مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن مراجعة أهدافها المالية وفي خطاب أرسله وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تيريا إلى المفوضية الأوروبية أكد أن بلاده تستهدف تسجيل عجز الموازنة الذي يبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم ويعتبر هذا المستوى من العدز هو نفس الرقم المقترح في المسودة الأولى التي قدمتها إيطاليا للاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي وقوبلت بالرفض كونها تخترق القواعد المالية للكتلة والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أظهر الاقتصاد الصيني إشارات متبينة بشأن أدائه في الشهر الماضي حيث تباطأ نمو مبيعات التجزئة في مستقر معدل البطالة وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الأحصاءات الوطنية أن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاع بنحو 8.6% على أساس سنوي خلال أكتوبر مقابل زيادة بنسبة 9.2% في سبتمبر السابق له وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستستقر عند مستوى سبتمبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر